إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمنية القبض على 33 متهما بقضايا الابتزاز الألكتروني في عدد من المحافظات وأوضحت الخلية في بيان إن الأمن الوطني ألقى القبض على المتهمين بعد ورود شكاوى عدة لمحاولتهم انتهاك خصوصيات المواطنين ومساومتهم وتهديدهم عبر مواقع التواصل مقابل الحصول على مبالغ مالية لفتة إلى أن المتهمين أحيلوا إلى الجهات المعنية لإكمال الإجراءة القانونية بحقهم ترجمة نانسي قنقر